شو الخلطة السحرية لنجاح الزواج غير القائم على الحب يعني هلأ يمكن التفهم وأحدهم لازم يكون متفاهم للآخر مين الأكتر متفاهم أنت ولا جورج لا جورج طبعا هو المتفاهم يعني دائما أنه عملي هيك سوي هيك الموجه الموجه يعني حتى دخولي للمعهد كان هو اللي أقنعني أنا ما بدي هو كان خريج معهد فهو كان بدي يعني يصير أقرب لحياته لطبيعة شغله هو اللي أقربك على الفن وعالتمثيل طبعا وضغط علي إذا بدك مو بس أقربني ضغط علي أنت بمرحلة من المرحلة كنت المعيل لعائلتك يعني جورج كان وضعه يمكن بالبدايات بالبدايات هيدا الشي ما بيخلق يعني عدم توازن لطبيعة الأدوار إذا بدك يعني نحنا معوادين أنه الرجل بيكون هو معيل خصا بالمجتمعات الشرقية يعني هو كان مو من ضمن الأشياء اللي أنا بأمن فيها على فكرة ما كتير بأمن بهذه القصص بس هي مثلا لو كان هيك فعلا بس بتكون علاقة مختلفة لما هو بده يصرف كل الوقت الرجال أو هيكي من اللي عم شوفهم فبتصير العلاقة بعتقد مو هيك مو مريحة بالشكل الكامل اللي أنت لما بتكوني أنت وياسة وعلى طول بدي أرجع روح على الفن ليلى أنت اليوم رجعت على سوريا فأكيد وهلأ عم بتمثلي دور بالغريب مع شركة الصباح يعني رجعت على مسلسل إن شاء الله حينكتب له النجاح مع شركة كتير مهمة طبعا مبسطتي فلما استدعوك أو طلبتي لعمل من شركة الصباح كتير مبسطة قلت شو فوقوني علي ايه طبعا بس يعني استغربت أنه في ناس يعني كانوا وعم في ناس بحبوني يعني وفي ناس عم يتذكروني احنا بنسمع عن شلالية بنسمع عن أحقاد عن غيري ليلى سمولة تحكي عن شلالية بالوسط الفني كتا دايماً أنت من الأشخاص اللي بتقول أنا ظلمت بالوسط الفني بسبب الشلالية ايه صح وبيرجع بيقولولك شرحيلي فسري ما أنت كنتي من الشلالية بيقولولي برجع أنت كمان كنتي عندك شلة أنت كان عندك شلة لا أنا ما كان عندك شلة صباح يا عباد الله يرحمه لما دعاكي عند القزافة بسبب علاقة شخصية وقال ليه ما دعا غيرك لا دعا غيري بس يمكن اعتذره أنت متهمة بالشلالية ما أنا قلتلك يا ها أنه في ناس بيقولولك هيك بس هي فعلاً لا لأنه لو أنا هيك فعلاً يعني كنتي شفتيني لها اللي عم يشتغل لا قللك شغلي لما كانوا يجيبوني فعلاً لأي دور يكون الدور ما أنا القصة أنه أنا إلي كاركتير خاص لما يكونوا فعلاً ما يجيبوني إلا لما يكونوا فعلاً محتاجيني تخيل أنا كل أغلب شغلي هيك 90% من شغلي هيك لأنه هيدا الكاركتير اللي بدنا إياه فلما ما يلاقوا بقى وسيلة يجيبوني يعني ما كنت الخيار الأول كنت الخيار لفرض نفسه بعد الفترة الأولى من تخرجي لا بالفترة الأولى أول شيء عشر سنين من بعد التخرج أخدت فرص ذهبية واعتذرت عن فرص ذهبية لأنه كنت عندي اتجاه تاني يعني وين كان اتجاهك؟ المسرح؟ يعني لا لا كان بدي بعد التخرج كان عندي هدف أنه يعني لما مثلاً في عندي شغل وسفر ويقولولي ما فيك تاخدي ابنك معي كنت أعتذر آه كان عندك الأولوية للعائلة الأولوية للعائلة وأنا مشتاقة لأبني لأنه بدراستي الأربع سنين انحرمت منه أربع سنين فحسيت بي عذاب كان عندي هذا الهدف فاعتذرت كتير كتير اعتذرت مفرص ذهبية كانت ترجمة نانسي قنقر